أكرت القيادات الأمنية في محافظة صلاح الدين التزامها بتأمين السلم المجتمعي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم فيما ثمن شيوخ ووجه أعشائر شمر في منطقة النعمة دور محافظة صلاح الدين والقوات المسكة للأرض دعم مناطقهم ما أسهم في تعزيز الاستقرار وعودة النازحين وأكدين وقوفهم سدا مني عن ضد الإرهاب وفكره المتطرف حسب توجيهات دولة سيد رئيس الوزراء القادر العام قاتل المسلحة والسيد وزير الدفاع والسيد رئيس الكارن الجيش وقياة العملات المشتركة بإعادة كافة العوائل النازحة إلى قراءها حقيقة كان لقانا اليوم في منطقة العيض عشار شمر القياة العملات صلاح الدين حقيقة جاد مع قاطعة الملحقة بها قاطعة الحجد الشعبي وقاطعة شرطة صلاح الدين على عادة كافة العوائل النازحة إلى هذه المناطق وكذلك مناطق حاول عظيم إن شاء الله خلال هذه الفترة القريبة يتم يعادتهم لقراءهم لغرض ومزالت أعمالهم الاعتيادية في الرعي والزراعة هذه المناطق إن شاء الله همت بالرجوع لمساكنها ونحن ممنونين جدا على اهتمام القيادة المشتركة بهذا الموضوع واليوم أنا أمثل إخواني وأهلي شاكر لي جهود السيد قائد العمليات والسادة أخواني هيئة الحجد الشعبي باهتمامهم بالمنطقة حفاظا على العوائل ومزاولة أعمالهم بالزراعة ومساكنهم والدراسة واهتمامهم بالصحة والتربية ومزاولة أعمالهم الطبيعية شكرا موصول للسيد محافظ صلاح الدين وسيد وزير التغطيط أمره بمشروع ماء للمنطقة نرجو أن يتم هذا المشروع من جنابهم الكريم ونرجو أن يكون اهتمامهم أكثر بالمنطقة من ناحية الكهرباء والطرق والماء إن شاء الله خلال فترة وجيزة سوف تعود العوائل في هذه المنطقة ويزاولون كافة أعمالهم من زراعة ورعي وكافة أعمال المناطق في أرضهم وإن شاء الله بتوجيهنا وبالسناد من قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة الحجد الشعبي إن شاء الله سيعود ستعود كل العوائل لهذه المنطقة في القريب العاجل إن شاء الله لنا الشرف أن نكون بين أخوتنا في هذه المنطقة ألا وهي عشيرة شمر هذه العشيرة العريقة التي أعطت الكثير من الشهداء بمقارعة عصابات داعش اليوم نحن برفقة السيد القائد قاد عمليات صلاح الدين هو لبسط الأمن والأمان والاستقرار في هذه المناطق وهمنا الوحيد حسب توجيهات السيد القاد العام للقوات المسلحة وقيادة الحجد الشعبي هو همنا الوحيد أعادت الناس حين إلى منازلهم وإلى مساكنهم حتى يعم الأمن والأمان في هذه المناطق والاستقرار ترجمة نانسي قنقر